اي فيفا كوين افضل ارخص موقع البالكوين سريب التسليم ويدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط جود الخاصة موجودين تحت بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارسول الجامعة معكم اليوم مقطع جديد من السلسل المهنة او الكارير مود معنادي ريال مدريت طبعا كتير ناس عم تطلبها مني بشكل رهيب تصر لنا يمكن حوالي عشرة يام ما نزلنا السلسلة ويمكن اكتر شوي الصراحة لانه اخر حلقة نزلت يمكن ما كانت جايبها الدعم الممتاز بشان هيك فكرت اني واقف في السلسلة او شي لكن اذا استمر الدعم وحاليا شفت على هاي الحلقة دعم فاكيد رح اني رح استمر بالسلسلة فبتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فحاليا متل ما انتو شايفين للناس اللي ما بتعرف شو نمط المهنة مع ريال مدريت عملنوا نمط مهنة هاي الحلقة السادسة منه فهاي تشكيلتي الحالية اللي ما بيعرف شو هي التشكيلة فبعنا عدة لعبين وضمينا العديد من اللعبين فتشكيلتنا جدا ممتازة بصراحة عنا جابريال خيسوس كنا بدنا نجيب مكانه اخر مرة يعني هيك كنا مخططين فهاي تشكيلتي كنا طبعا اذا الفريق يعتبر ضمن التوب ستة اللي هنن اول ست فرق بنلعب معه اذا ما كانت ضمن التوب فما بنلعب معه ونحن مصدرين دوري فرق خمس نقاط عن نادي برشلونة فحاليا عنا مباراة مع نادي ريال سو سيداد اللي هو بالمركز السادس بالضبط فخلينا ننطلق على المباراة وان شاء الله نحسن انه نفوس يا نايمار ما انه يعني هي صعب انه تدخل بس مو مستحيلة بنفس الوقت ما في ما في مساحات ايوه ايوه الله عليك يا صلاح يا سلام والله ما في ما عم يتركوا لي اي مساحة لا التزديد ولا الاختراق ولا ايشي ياي الحمد لله سننا لو سجل واو ياه الله هذا في مساحات ياه الله ياrage ياه shot ياه 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 حرام حرام والله حلو اللعبة كانت لو على فكرة لو ان الطاقات تتحسنت معنى اكتر من هيك بصير بيجيب مثل هالتزديدات بسهولة يلا 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 يا صلاح يا صد الحارس اوكي انتهت المباراة بنتيجة اثنين صفر فالنتيجة جيدة جدا صراحة ولا ولا هي واحد صفر هي لا والله واحد صفر مذنى صفر انا عمول مين لسجل تانى جدا تزديدة واحدة مع انه كل مفروض نسجل اكتر من هيك صلاح سجلنا الهدف وفزنا بالمباراة اوكي عنا مباراة بدور ال 16 ضد نادي بالنسيا فما يعرف هم مباريات الكاس شو نعمل فيها بالضبط يعني لسه دور ال 16 فما بعرف نلعب ولا لا اذا هي مباراة خارج ارضنا رح نتخطى مباريات الكاس لحتى نوصل عدور ال 8 يعني دور ال 16 ما بدي نلعب وما بعرف بصراحة شو وضع بالنسيا اصلا هاد الموسم فخلينا نعمل محاكا اوكي 3.00 والمباراة خارج ارضنا فمنحسن نقول انه اممانا التأهل يعني ما بدنا نحكم مسبقا لكن منحسن نقول هالشي اوكي مباراة ضد فريق ريال بيتيس توقفة المفاوضات اوكي ما في مشكلة حاليا اني احنا عنا مباراة ضد ااااااو نادي ريال بيتيس فescو اريد شوف padres ميزانيتنا انو كننا بدنا نحسن فريقنا بسوق الانتقالات فماما 174 مليون بعض الناس اقترحت علي انه نجيب سامويل امتيتي لكن نجيبت دافنسون سانشيز فما لي عرفان بصراحة الاحتمال للحلقة يمكن ما خلصوا الانتقالات مشان احسن اخذ اقتراحاتكم للحلقة الجاية يمكن خلي التشكيلة حاليا الحالة لحتى تكتبوا لي اقتراحاتكم مشان اللاعبين فمحتاج لاعب راس حربي غير جابريل خيسوس وبنفس الوقت يكون صغير بالعمر يعني ما يكون عمره فوق السبع وشرين سنة فشوفير اسحر بهيك ممتازين وصغار بالعمر ممكن انه تطرحوان عليه فحاليا انا مباراة ضد نادي الريال بيتيس ويعتبر ايضا خارج التوب لكن ما بعرف بأني مركز بالضبط فنادي الريال بيتيس بالمركز التاسع فخلينا ايضا نعمل محاكاة للمباراة احنا حاليا متصدرين يمكن فرق منيحا برشلونة يعني حتى لو خسرنا فما رح يكون في مشكلة ابدا وبالتالي منفوز كمان بنتيجة 2 صفر فشي حلو جدا صراحة يعني تقريبا ممكن يكون الفرق مع برشلونة الزاد في حالة يعني برشلونة خسر ولا شي ففي عنا تدريبات للعبين يعني حاليا دفنسس جونيور ريتنج 80 يعتبر شي جيد صراحة وفاران قرب من ال89 فخلينا نعمل التخطي ايضا لهي المباراة يعني احنا فزنا بمباراة الزهاب 3 صفر وبالتالي ممكن نقول انه امنا نتيجة أووووو باريس الجرمان الكربخال والله عرض جيد ده عرض جيد بس ما بدي يجيب مكانه مرة ما بدي كميش كميش بطيء كتير لا 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 رح اكبس قبول كنت والله العظيم يالله اوكي طيب ما في مشكله حاليا خليني ارفض العرض في عندي مباراة ضد نادي فالانسيا المباراة يعني رح تعتبر سهل نوعا ما بما انه نحن فزنا اصلا بمباراة الزهب بثلاثية نظيفة فخلينا نشوف هاي المباراة شو ممكن انه نعمل فيها لهيك لسه دقيقة واحد نيمار جابلي جول وايضا ثلاثة صفر واصابة الله يسترني من اصابات انا اكتر شي بكره بهاي اللعبة هاي الاصابات او بالكاريمود يعني ان شاء الله ما تكون هيك اصابة طويلة تسع ايام ماشي مع اول نوعا ما اوكي خلينا نقدم عنا مباراة اشبيليا ايضا اشبيليا خارج التوب ما بعرف شو ترتيبهم مع انه حاليا هن بالحقية وين راحت المباراة ولا شو اللي صار كانو كان في مباراة شبيليا ولا شي عرض انتقال اه فينسوس بدي بدي يشارك كان المفروض نزلوا مباراة بالنسيا صح ممكن هلا نزلوا كاستي بما انه قبري الخيسوس مصاب ربع النهائي وين الحانة ربع النهائي لسه هلا خلصنا دور 16 والله ما بعرف اوكي طيب على عموم المباراة راح تكون مع نادي دي بورتيفو ألابش خلينا نشوف شو المباراة الجاي ضد اسوانيول وضد ألافش انا ما بدي خلص فترة ما بدي خلص فترة الانتقالات بها الحلقة فرح بلعب المباراة مباراة الكاس واحتمال هديك المباراة اذا كان الفريق ضمن التوف فحاليا عنا مباراة ضد نادي ألافش المباراة خارج ارضنا فخلينا ننطلق ما بدي خلصنا مباراة انا تمام حلوة حلوة لا ليش ليش بليمين بديها يطلع برا ويشوت ليش بليسار أصديك بديها يطلع اتمنى انه يجب ان تفعيلها أبداً بيطاعة من أول بس حلو متأخر جداً، متأخر جداً حرام انا من غيرها، بلعب ممتاز، بس هاي بتخلينا ممتازين دبل يعني أوه! اللّا سجّلة ما توقعت تسجل هكي كرة على فكرة يعني بعيدة وضعيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا بدي شوت من غير هاي الانهاء المؤقت ما بتسجل اوكي والله حلو 3-0 نتيجة ممتازة نحسن نقول كمباراة زهاب ولسه في مباراة الاياب فالله عالم شو ممكن نساوي فيها اوكي عنا مباراة ضد نادي اسبانيول لي ايضا يعتبر خارج التوب فما بعرف شو مركزهم بالضبط نادي اسبانيول بالمركز الخمسة عشر المفروض انه مباراة سهلة نوعا ما بس بنفس الوقت المباراة خارج ارضنا فراح خلي تشكيله على الحالة لو كانت المباراة على ارضنا فكان ساعتها ممكن ان يعدل فخلينا بس حاليا نعمل سيف بنشوف قديش فرق النقط بيني وبين برشلونة حوالي 6 نقط يمكن فعليا الفرق 6 نقط ونحن لسه عنا مباراة فممكن يصير 9 نقط فبيكون شيء اسطوري بصراحة لسه من اول 20 مباراة فرق 9 نقط فشي جيد صراحة خلينا نعمل محاكاة او تخطي بعض الناس ممكن تسميها ونشوف قديش بظن تعادل بظن والله عرفان تعادل يا الله هل كنا خسرانين كنا خسرانين 2-1 او 1-0 وتعادلنا ورجعنا خسرنا ورجعنا تعادلنا فشي جيد يعني ما في مشكلة طالما الفرق بيني وبين برشلونة فرق كبير فحاليا في لعبين قرب الريتنج يزيد عندن يعني مين ممكن يعني باران قرب من 89 وصلاح يلسى بعيد عن التسعين فحاليا عن المباراة القياب ضد نادي دي بورتيبو ألافش رح العب رح تكون اخر مباراة بهاي الحلقة لانه بدي خلي فترة الانتقالات ما تنتهي مشان احسن شوف اقتراحاتكم للحلقات الجاية فمتل ما انتم شايفين عنا مباراة القياب ضد نادي دي بورتيبو ألافش فان شاء الله انه حسن نبدي فيها المباراة ارضنا فالمفروض انه فريقنا يلعب بشكل افضل اي اه افضل من دي الجنس الأيج ت Accord البعيل حتى قام شهارب بورك احسن اجبر الكرام ادع ترجمة نانسي قنقر 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 والمدافع هذا لرقم 4 ما تبرينه هو الحارس ففعليا هي تسلل بس انا كنت مفكر انه في اكتر من اللاعب وموقفه هناك فما في شي اوكي اوكي تنتهي المباراة بثلاثية كمان يعني نفس نتيجة مباراة الزهاب بس لو لا قصد انها الموقود هاي هو الفرص شو لا دعوة 20 هجمة ما عرفنا نسجل الا 3 اهداف تخيل يعني نسبة التسجيل عنها جدا ضعيفة بس عم حاول تطورها قلت انه نلعب بالكارير مود احسن ما نجربها بالرايفلز ولا بالدرافت ولا بالفوتشامبيون ولا شي فبرشلونة اتأهلوا اه اتليتكو بدريد اتأهلوا وجيرونة اتأهلوا فاللهي صعب الله عنه من نصف النهائي شو رح بيكون نحن حاليا نصف النهائي رح نلعب تقريبا صح اين رح نلعب من نصف النهائي لكن حاليا مباراة ضد الافيس بالدوري مرة تاني فحاليا متل ما انتوا شايفين وصلت اخر شي لفترة الانتقالات اليوم الاخير فشوفوا تشكيلتي رح لكم شو محتاج سواني خلينا بس نشوف شو وضع اصابة كربخال ان شاء الله ما تكون اصابة تقيلة اوكي خمس ايام اوكي ما في مشكلة خمس ايام رح قلكن شو محتاج محتاج لاعب مكان خيسوس يعني يمكن قلت سابقا لانه بصراحة خيسوس جدا سيء وممكن وسط مكان كروس لانه كمان كروس شوي بطيء وانا باعتمد على السرعة بشكل كبير فاكتبوا لي اقتراحاتك وانزا عندك اي اقتراح يعني لاعب هيك بتشوف انه ممتاز ممكن اتعقد معه فاكتب لي اياه ميزانيتنا حوالي مية وسبعين مليون متل ما ذكرت سابقا فهاي الميزانية حوالي مية واربعة وسبعين مليون فاكتب لي اقتراحاتك تحت فشكرا لكل واحد تابع المقطع او اذا حابين نستمر بهالسلسلة لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة يعني ضغطين بسيطين ما رح تخسر شي يعني اذا ضغطن لك رح تساعدني بشكل كبير فشكرا لكل واحد تابع المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله موسيقى